الفريق أول محمد زكي القائد العامل القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم تكريم أبطال القوات المسلحة اللي حققوا إنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي وده بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق وسبع سكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام الفريق أول محمد زكي قال إن القوات المسلحة بتسعى دايما لإنشاء منظومة رياضية متكملة داخل القوات المسلحة وده لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية وقال كمان إن الشباب هم مستقبل الأمة وحضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد والرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التي حققها أبطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن وألقى اللواء أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن ما حققه لعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قائدة من الأبطال الرياضيين وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وهران 2022 ولعب ولعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطلات الدولية والإفريقية والعربية والدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية مؤكداً اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية وأن القوات المسلحة تتسعى دائماً لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية